مرحبا بكل متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر كما العادة معكم سوفير المرزوقي باخر الاخبار واخر المستجدات نتمنى تكونوا بخلوا الاخر في صحة جيدة وفي احسن الاحوال المتابعين الكرام بدأوا على بركتي الله باهم العناوين دي الاخبار اللي اختار لنا المتابعين اليوم وأولوها بدأوا بالبيان المشترك بخثام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانتيز كذلك قد نهضروا للمغادرة دي البيدرو سانتيز للمغرب وما جاء من تعليق في الصحف او الاعلام الاسباني على مغادرته لاسبانيا سانتيز يغادر الرباط فاتحا صفحة جديدة مع المغرب بعد دعمه مقترح الحكم الذاتي في الصحراء هنعرفوا باقي التفاصيل على هذا الامر هذا كذلك ونضر واحد تعليق بسيط على وسائل الاعلام الاسبانية كذلك قد نهضروا اخيرا متابعين الكرام على مرحلة الجديدة اللي اعلن عليها رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانتيز واللي وصفها باللحظة التاريخية التي تستند على مباذئ راسخة بعيدا عن الاعمال الوحادية هنعرفوا باقي التفاصيل على هذا الامر هذا كذلك متابعين الكرام وقبل من بدأوا الاخبار دينا ونضر واحد تعليق بسيط خاص بالبعض المواقع الاعلام الاسبانية اللي صراحة ابانت على واحد الكرة شديد للمملكة المغربية خلت جميع الامور الايجابية اللي كانت في اللقاء امس بين رئيس الوزراء الاسباني والعاهل المغربي نساو الاستقبال الملكي اللي قام به صاحب جلال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الاسبانية كأول رئيس في اسبانيا يقوم معه بهذه الحركة هذه يعني انه استضفه في مائدة افطار وهذا كيتسمى استقبال ملكي غضي نشوفوا كذلك تستقبال بالصورة بالفيديو كيفاش دخل بيدرو سانتيز للقصر الملكي كيفاش تم استقبال دياله واتشي كامل نشوفه ولكن قبل ما نشوفوه غضي نديروها التعليق هذا على وسائل الاعلام الاسبانية هنضروا على واحد اللقطة اللي كانت كتبان فيها الراية المغربية الاسبانية بحل مالكولوك هذا كما كيقولون في اسبانيا ولا مقلوبة يعني ما شي في كيفاش خصات يكون يعني فاش كان اللقاء ديال ديال بيدرو سانتيز بال يعني بالعاهل المغربي فخرجوا العديد من مواقع الاعلامية هنا في اسبانيا كتتحدث على هذا الموضوع هذا يعني وصفوها باللاومياسيون يعني بالحتقار وصفوها بزاف دي الامور ولكن ما هدروش وما قالوش بان هذيك اخطاء كتوقعوا ويمكن لها توقعوا عادي ما كانش يعني المشكيل ما قالوش بان استقبال ديال بيدرو سانتيز كان فوق اننا نبقاو نلاحظه في بعض المسائل اللي هي بسيطة وهذا اذا دل يدل على ان بيدرو سانتيز حقق واحد انتصار داخل المشاهد الإسباني والاعداء دياله داخل إسبانيا بغاوا يلعبوا على هذا الأمر هذا فالجئوا لبعض الوسائل الإعلام اللي كتدعم اليمين المتطرف داخل إسبانيا لدرجة أن من بين هذي وسائل الإعلام نقدرونه على تويتر ديال رئيس الحزب ديال فوكس رئيس يعني الحزب المتطرفي فوكس وخرج ودار قلب دك الصورة هذي وقال لهم خصنا نقلبوا هذي المشاهد كامل باش الراية تبقى كيفما كانتوا هذي ولكن دخلتوا قرية تعاليق ديال المواطني الإسبان المواطني الإسبان الأحرار اللي اعطاوه على شك يدور لأن كين العديد من الإسبان اللي يعجبهم هات تقارب ما بين المغرب و إسبانيا و الدليل هو اننا حطينا للمتابعين الكرام بعض المقاطع منهم واللي غدين عاودوا نحطوه لكم اليوم بعض الإسبان اللي أشادوا بهذا التقارب اللي كانوا فرحانين بهذا التقارب هذا غدين خليكم مع واحد المقطع يعني قصير اللي سبقه وحطيناه ولكن لما كنتوا چ única بعد الإسبان وكذلك بعض المهاجرين اللي أشادوا بهذا التقارب هذا ولكن قبل ما ندوزو نشوفوا هذا المقطع هذا أ興ضر نقول لكم واحد المسألة هذا الأمر يقولون أن المغرب يضع هذه الراية الإسبانية في مقلوبه. سنرى سنة 2019 بالضبط في العيد من القوات المسلحة الإسبانية ترى نفس الشيء. لا يوجد واحد مرض لها البلد المسألة هذه ولا أفكر فيها. فكما ترى هنا يقول لك الخيسطو دي ري فليبي سكستو ألبير لابنديرا دي إسبانيا مالكولوك هذا. الحركة دي العاهل إسباني فليبي السادس حينما رأى عالم إسبانيا محتوط بطريقة غير عادية. فهنا في الديس فيلي دي 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 لس فورسة أرماضة. وهناك تشوفو راك بوبليكادو نهار واحد ستة 2019. نهار واحد ستة 2019 كنا ندروه إلى كل سنين للوراء. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لها للناس هذا يعني الخطأ كي يوقع. ولكن مركزوش على استقبال ملاكي اللي حضابيه بيدرو سانتيز. سنخليكم مع هذا الفيديو هذا القصير. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. وعندوزكم لرسي سماس ديال بعض الإسبان. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. سنشوفو كيف اجتمل استقبال ديال بيدرو سانتيز بطريقة ملاكية. سنعلموا لكم لكم مع ارسامات الاسبان. وكذلك مع المهاجرين الذين يعيشوا في اسبانيا. والذين يعجبهم التقارب ديال اسبانيا. والمغرب الاخير. والذين يتطلعوا المستقبل. سنشوفو كيف اجتمل ما هي الفيديو قصير. سنعود معكم. ¿Qué le parece la iniciativa que ha tomado el presidente Pedro Sánchez apoyando la autonomía del Sahara Marroquí bajo soberanía de Marruecos? Me parece muy bien, vamos a estar todos bien, unidos, como antes o mejor Pues el pueblo va a estar mejor, ¿no? El español Yo creo que sí Vale, muy bien ¿Puedo preguntar? También la misma pregunta Si vale de algo está muy bien ¿Sí? ¿Os ha gustado que siempre vamos a tener buenas relaciones y así los pueblos van a estar mejor, ¿no? Sí Pues muchísimas gracias, buenas tardes, gracias, hasta luego ¿Qué le parece lo que ha hecho el presidente? Pues el reconocimiento o el apoyo a Marruecos en el tema del Sahara Marroquí Como española, ¿le parece bien que tengamos esas relaciones buenas entre vecinos? La relación que acerque a los pueblos, a las naciones, me parece correcta O sea no concibo medidas de separación entre las personas شكرا لك في المبادرة بيدرو سانتيز وانه يعني دعم المغرب والعلاقات غادي ترجع وانت باغى هاتشيطرة ولا كيفاش تقبلت هذا الخبر هذا درور كندون انا يعني كل واحد اللي خلق هنا وعنده أصل من مغرب يعني كنكسين هات اللحظة بيش يحولونا الحدود نرجع وانتلقو مع العائلة ارجاع يعني هاتك الريلازيون اللي كانت بين مغرب وسبانيا وزع ما معايا أصليين صعيبة يعني تختار بين اسبانيا والمغرب بني كتكون مولفا السلام عليكم انا مغربي عيش في اسبانيا وعجبتني بزاف المبادرة اللي دارت الحكومة الإسبانية في موضوع الصحراء المغربية وكناك نتاظروا هاد المبادرة من المشحال هدي بفائق الصبر وما كناش غادي نتخلوا عليها وخاكن زادوا التعطلو غا بقاو صامدين للأبد وهي مسألة وطنية وغا تبقى وطنية دائما والحمد لله تترجع الامر كما كانت احسن السلام عليكم السلام ورحمة الله للا كما اشتي كناك نتاظروا ان اسبانيا توافق مع المغرب ترجع العلاقات فالذي أريد أن يدعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية كيف تقبلت هذا الخبر؟ صراحة مزيان قبلتوا مزيان بزاق وعطانا زعمة ممتجأة كبيرة بزاق زعمة جات معنا ومعهم ومعهم هم بجوش كملي كنا الحلم زيار الحلم جدود الحلم ما عاجبنا لحنا ولا هما الحمد لله زعمان تتمنى ويحلوا ديوانة البحرية مزيان بزاق وبنسبة لي كمغربية مقيمة في إسبانيا وش كنتي تقبلي أن الحدود تفتح البحرية وخاما تعترف إسبانيا ولا ما تدعم إسبانيا هذا المقرر هذا غيباش أنت تقدري تساودي المغرب ولا كنت تسايني حتى المغرب يعني خرج بالأغراض دياله ولا بالرغبة دياله لا صراحة وخزع معنا ديار ديالنا ثم معنا كل شي ديالنا ثم ولكن بغينا هذا المفاجأة سيد الاعتراف هذا بغيناها باش ما يبقى المشكلة لا معنا ولا معهم إلا كانوا معترفوا شي الحل سيزيد الزيار اختار الحق ذا بالحمد لله مني اعترفوا جاتنا مزيانة نبقى زعمان قدر نبقى هنا مجدودا لا لدينا شي مشكلة وخا شكرا أنتي كتفتخرة براسكا مغربية هنا في إسبانيا كيف تعملوا معك الإسبان؟ ما عدا بعض الانفصاليين اللي كيحسب لهم طلعوا للقمر وكيبال لهم المغرب دائما في ذاك الصورة اللي غادي سبقى لتحت راه كناها يعني مرارا وتكرارا المغرب خداء الاستقلال دياله يعني سنة 1956 ومن سنة 1956 حتى الدابة وهو كيشتغل باش يكون في القمة دائما وإن شاء الله بإذن الله ضروري مبلادنا غادي جي لوقيتها اللي الكلمة ديالها غادي تسمعوا وإلما قلناها راح نبدينا كندخلوا في العهد الجديد والدليل هنا يعني التقارب ديال إسبانيا مع المغرب تدل على أن المملكة المغربية عندها أهمية جيوستراتيجية مهمة 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 جدا وال يعني التموقع الجغرافي ديالها وكل هاد الأمور هذي تدل على أن بيدرو سانتيز مجاش وخذى هذا القرار هذا من عبد والدليل هو أنه قال بأن المغرب بإمكانه أن يلعب ورقة مهمة جدا بالتقارب الإسباني الإفريقي والأوروبي الإفريقي كما إسبانيا بإمكانها أن تلعب دورا مهما جدا في التقارب المغربي الأوروبي والتقارب الأوروبي الإفريقي ف غادي نبدأ هدروع على الكلام دياله قبل ما نهدروع الكلام دياله ونشوفوا البيان المشترك بيان المشترك اللي ختموا به المباحثات العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسباني وعندوزوا نشوفوا كيفاش يعني نديروا واحد القراءة أبسيطة لكل كلمات اللي قال لها بيدرو سانتيز تعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع وجاء في البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المحثات المعمقة التي أجراها صاحب جلال الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية فخامت سيد بيدرو سانتيز الذي قام أمس الخميس بدعوة من جلالة الملك بزيارة رسمية للمملكة المغربية أن إسبانيا تعترف بأهميات قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وبالجهود الجدة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه وأكد البيان المشترك في هذا الإطار تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع وعلى هذا الأساس تتضمن خارطة الطريق دائمة والطموحة التي يعتزم البلدان وضعها هذا الموقف الإسباني وتشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب يضيف البيان المشترك لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة وتحديد الأولويات للإجتماع المقبل رفيع المستوى المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية ومباشرة من بعد الرجوع دي البيدرو سانتيز من المملكة المغربية كنتفاجئوا أن وزارة الخارجية الإسبانية كما ترون في الشاشة متابعين الكرام اعتمدت الخريطة دي المملكة المغربية كاملة من شمالها إلى جنوبها وهذا فخر كبير لنا كجالية مغربية مقيمة في إسبانيا بالأخص كنا دائما فاش نشوفوا دك النقطة الوهمية اللي كتفصل الحدود دينا عن بعضها والأراضي والتراب المغربي عن بعضه كانت تؤلمونا فالحمد لله هذه كل منبر رسمي داخل إسبانيا لا ندروش على الجمعيات الخاصة وكنا ندروش على المنابل الرسمية من بعد هذا الإعلان دي الإسبانيا على الخريطة الكاملة داخل وزارة الخارجية الإسبانية فسوف نرى دائما بلادنا من شمالها إلى جنوبها دون نقط الواب التي اختلقتها بعض الأطراف التي تريد تقسيم المملكة المغربية وندوزو الخبر الموالي الإخوان هنا قد ندروع على المغادرة ديال بيدرو سانتيز للرباط وكيف علقت بعض الصحف الإسبانية على تلك المغادرة وقد نجاوبوهم البارح الإخوان واللي بغير رجع للفيديو ديال الأخبار ديالبارح تحددنا على شحل ديال المدة قد يجلس بيدرو سانتيز في المغرب كانت يوم وقلناها يوم الخاميس أصلا بيدرو سانتيز جاء بدعوة من المالك كارت جميل بغايك بربه بغايك بربه لأن التواجد ديالبيدرو سانتيز في المملكة المغربية كان هو ذك الإفطار مع جلالة المالك محمد السادس ما كانش عندو شي حاجة أخرى ما كانش عندو شي حاجة أخرى غايقضيها كل الأمور غايقضيها وزير الخارجي كل الأمور وكل الأعمال بدأوا فيها في هذا اليوم هذا بداء من هذا اليوم هذا بدأوا يشتغلوا بالنسبة لإخوان الذين يذهبوا على فتح الحدود البحرية سمعتو بيدرو سانتيز أعلن عليها أعلن على رجوع الرحلات البحرية هو أعلن عليها ولكن في نظركم وش هو أعلن عليها هذا النهار ستبدأ لا راه منسوش أن غادين لتلت سنين دبا عامين وزيادة غادين عامين وزيادة وهذه الحدود البحرية مغلقة تماما مغلقة تماما الميناء ديال الطريفة ما كيشتغلش الميناء ديالجزيرة الخضراء كيشتغل فقط مع السلع لا أقل ولا أكثر فما غاليش يجدك شي ويرجع بين عشيات ووضوحها فهو قالها وعبر عليها وقال بطريقة تدريجية فهذه الناس هدو ولهذه الإعلاميين رجعوا للموضوع ديان اللي قالوا أن بيدرو سانتيز غادر الرباط يعني من بعد ما الاستقبال ما كانش هو هدك فكنجاوبوهم كما شتوف الفيديو الاستقبال كان ملاكي يعني الإفطار كان ملاكي بيدرو سانتيز أول رئيس حكومة كيقتسم مع صاحب جلال الملك محمد السادس إفطار في رمضان وهذا الشي هذا كامل هو اللي يضرهم فبدو كيقلبو كيفاش يبينو يعني بعض الأمور ولا كيفاش يطلعو على المشهد ولا كيفاش يتعمو يعني الأحزاب اليمينية داخل إسبانيا وأنا كنقولهم من هنا أن أي رئيس حزب من ذوك الأحزاب هدوك كان كيتمنى هذا لحظة هذي اللي عاشها بيدرو سانتيز واللي ساعدوا لحد بيدرو سانتيز أنه يعيشها مع ملك المغرب فكيما قلت لكم رجعوا الفيديو ديال البارح وغادي تشوفوا أن وزارة الخارجية أعطات البروغرام ديال وكذلك حتى الرئاسة القصر الرئاسي أعطى البروغرام ديال رئيس الحكومة بيدرو سانتيز وفقاش غادي يرجع وكل التفاصيل فسانتيز يغادر ريباط فاتحا صفحة جديدة مع المغرب بعد دعمه مقترح الحكم التاتي في الصحراء وهذه هي اللي دراجهم فرسهم كانوا يتمنوا ويبدوها هما ماشي ببيدرو سانتيز غادر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيز صباحا اليوم العاصمة الرباط بعد زيارة للمغرب وصفت بالناجحة التقى خلالها بالملك محمد السادس واتفقا على إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات إثر أزمة بين البلدين استمرت عاما وأقلعت طائرة رئيس الحكومة الإسباني من مطار العاصمة الرباط بعدما أمضى الليلة في المغرب حيث عقدة أمس ندوة صحفية تم فيها الإعلان عن الاتفاقيات مع المغرب ذيك الندوة الصحفية هي اللي غنت حد لهذا بان واللي من خلالها من خلال ذيك الندوة الصحفية شنو قال بيدرو سانتيز قال المرحلة الجديدة مع المغرب لحظة تاريخية تستند على مبادئ راصخة بعيدا عن الأعمال الأحادية والدليل هو الحركة الإيجابية اللي قامت بها إسبانيا مباشرة من بعد رجوع رئيس الحكومة الإسباني اللوهية وضع الخريطة المغربية كاملة داخل وزارة الخارجية الإسبانية يعني ابتداء من هذا اليوم هذا داس إسبانيا تعترف بمغربية سحراء وب يعني المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها ولا شك في ذلك أكد رئيس الحكومة الإسبانيا بيدرو سانتيز أن المرحلة الجديدة التي انخرطت فيها التي انخرط فيها يوم الخميس يعني مدريد والرباط انخرطت فيها يوم الخميس مدريد والرباط تعد لحظة تاريخية ضرورية للبلدين من أجل تحديد علاقاتهما وأوضح المسؤول الإسباني في ندوة صحفية بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمملكة أن المغرب وإسبانيا بلدين جارين وصديقين وشريكين ما يجعل من علاقتهما الثنائية علاقة استراتيجية مضيفا أن تعميق تعاون بينهما سيعود بالنفع عليهما هذه الكلمة هذه عند العديد من الدلالات أول دلالة هو أن إسبانيا أصبحت مستوعبة للأهمية الجيوستراتيجية للمملكة المغربية كما أشرت سابقا تاني مسألة هو أن إسبانيا انتظرت يعني وقت طويل وقات لا مفر من الاندماج وركوب قطار الصحراء قطار التنمية وكذلك يعني من خلال هذه الزيارة هذه اللي قم بها بيترو سانتيز ومن خلال الرسالة ما نقولش زيارة الرسالة اللي بعتها بيترو سانتيز يوم 14 مارس 2022 وتم الإعلان عليها يوم 18 مارس 2022 هذه الرسالة هذه هي بمثابة الاستجابة الاستجابة للرغبة ديال العاهل المغربي في يعني في الخطاب الملاكي ديال طورة الملك والشعب ومن هنا كنقولها لكل هاد الضجة الإعلامية اللي ناضط داخل إسبانيا كل هاد الكلام الفارغ اللي بغاوا يؤثروا على بيترو سانتيز باش يطيحوا في مشاهد السياسي داخل إسبانيا كنقول لهم ما غاديش تربحوا حتى شي حاجة علاش لإن الخير جاي القدام ومن خلال الكلام ديال بيترو سانتيز وهذا الشعب اللي غادي نعيشه إن شاء الله بإذن الله في الأيام القليلة لم ينسوش أن القصصات الإسباني تضرر شأل من واحد يستغرب يقول Cameron كيف the qures القصصات الإسبانية تضرر تضرر في الجنوب الإسباني تضرر بالموانئ الإسبانية اللي بقت مغلقة تضرر في سبتم الليليا وتضرر في العديد من الأمور اللي كتجمع مبيل المغرب وإسبانيا كذلك الهجرة الغير نظامية اللي تكترعت بحكم أن المغرب غلق يعني ذك الباب ديال تعاول الأمني مع إسبانيا بزاف ديال الميادين لإسبانيا أصبحت مدركة أنها تحتاج للمملكة المغربية وأن المملكة المغربية شريك لا يستهان به ف يعني باش يعني يخرجوا ويتحتوا بهالطريقة هذه أول شيء هي إساءة إساءة لمن إساءة الإسبانيا قبل المغرب بالعكس المغرب احترى من إسبانيا المغرب قدر العلاقات دياله مع إسبانيا المغرب يكبر بالرئيس الإسباني وهذا الشيء هذا الكامل كان عليهم يبينه يعني الشعب الإسباني ويكبروا ببلادهم كتر ولكن هما غير باش يعني مرضاوش أن المغرب تعاملت مع إسبانيا بهالطريقة هذه خرجوا كيعلقوا بهالطريقة هذه وبالعكس كيطيحوا بالقيمة ديال إسبانيا أكتر فكين واحد اللوبي انفصالي داخل إسبانيا من جهة وكين واحد اللوبي يميني منتطرف داخل إسبانيا من جهة أخرى هما اللي يشتغلوا باش يعني يأطروا على العلاقات ما بين الجيران ليوم المغرب وإسبانيا ولكن لا جدوى من هاتشي كامل إن شاء الله بإذن الله والدليل هو أن رئيس الحكومة الإسبانية رغم طول الانتظار قام بالأمر الذي تريده المملكة المغربية وأي حكومة غادي تجي كنقول لكم الإخوان من هنا من هذا المنبر أي حكومة غادي في إسبانيا غادي تأخذ نفس الطريق وعقلوا على هذا الكلام هذا سواء كان الحزب الشعبي أو الحزب الشراكي اللي هما أكثر قربا للحكم أو حتى إلا كان اتلاف حكومي غادي تشوفوا نفس الطريقة دك الاتلاف غا تلقاه كيهدر وكيبلبل واللي عنده أكثر الأصوات واللي غايتاخد القرارات لصالح المملكة المغربية كما رأيتم حاليا فهذا هو ما الأخبار دينا اليوم الإخوان أتمنى يكونوا لقاوكم كما بيخيروا على خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال بصحة فترككم مرة أخرى ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضع أخر سكنوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم